على جانب آخر مثلا بعض مواطنين أمريكان حاولوا أنهم يرموا قادرات أمام نانسي بلوسي اللي هي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة رموا تقريبا 136 كيلو جرام من روث البقر أمام منزل رئيسة مجلس النواب السابق ودول مواطنين أمريكان هتخيل طبعا يكون فيهم بعض من أصول عربية زي ما حضراتكم شايفين كده كنوع من الاحتجاج طبعا لما تعمل ده في قلب أمريكا ده أمر يعني بتلتقطه كل وسائل إعلام وبيبقى إشارة كبيرة جدا على حالة سخط يواجهها كل المسؤولين الأوروبيين والأمريكان حال حضرهم أي اجتماعات دولية وأيضا الآن نجد أمام بيوت بعض المسؤولين الأمريكان اللي كانوا متخذي القرار زي رئيسة مجلس النواب السابقة واللافتات المؤيدة لوقف الحرب وإشارة من الجميع لأهمية وقف هذه الحرب وإشارة من الجميع